مساء الفل، اليوم سنكمل أحداث المسلسل ومعنا ملخص الحلقات الأخيرة فلو لم ترى ملخص الحلقات الأولى، ستجدني ساعدك اللينك تحت الفيديو وفي أول كومنت اغبط اللايك الجامد بتاعك، ويلا نبدأ بدايتنا مع جمانة اللي جالها تليفون من الشخص المجهول وبلغته إن ابن شهدت خطف ونعرف كمان إن بطلتنا خرجت من الفندق زي ما إناس قالت وإنها راحت المستشفى عند غادة لكن ما عرفتش تدخل وتخليها تعترف بكل حاجة وهنا المجهول طلب منها تستعد لإن اللي جاي هيبقى أصعب من اللي فات وعلى الناحية التانية بنشوف حسن وزميله اللي كان جايب له فايل فيه معلومات عن المريضة اللي جمانة هربتها وعرف إن اسمها شهد والمفاجأ إن بينطابق عليها النفس من وصفات البنتين اللي تقتلوا مع عادة إنها كانت متحفز عليها في المستشفى لحد ما تولد وده لإنها قتلت جزها والأغرب إن جريمة القتل دي كانت بنفس الطريقة اللي مات بها حسام جز جمانة ووقتها حسن سأل نفسه يا ترى هل في علاقة بين جمانة وشهد وبناء عليه فلازم يروحوا البيت جز شهد علشان يعرفوا الحكاية في نفس الوقت بطلتنا كانت مع صاحبتها واعتذرت لها لإنها ما عرفتش تحمي ابنها وخايفة لا يكون اللي حصل ده بسببها لكن شهد قالت لها إن اللي حصل دم قدر ومكتوب والأول مرة تحكي وتقول إن عمرها ما كانت عايزة تبقى أم علشان ما تجيبش عيل وتبهدره في الدنيا دي بس أول ما قابلت محروس كل ده تغير لإنها حبته وكانت عايزة تخلف منه لكن بعد اللي حصل معاملته ليها تغيرت ما هو معذور برضو أي راجل مكان وكان هيعمل كده واكتر على الرغم إن ما كانش ليها زنب في اللي حصل طب إيه اللي حصل إرجع لحلقات الإسبوع اللي فات وانت هتفتكر وانكمل مع حسن اللي كان قاعد مع أم محروس وسألها عن شهد فالستة أول ما سمعت اسمها قالت له منها لله الفجرة قتلت ابني وما كفهاش الفضيحة اللي عملتها وحكت للظابط إنها كانت حامل في الحرام من قبل ما تتجوز محروس ومش كده وبس دي كمان كانت شغلة في كبارية ومع ذلك محروس قال لأمه أنا مليش دعوة بمضيها والمهم إنها تابت وطبعا بعد موضوع الحامل أمه فضلت تزن عليه علشان يقتلها ويرمي العائل ابن الحرام اللي هتولده في ملجأ وشاهد سمعت الكلام ده وتأكدت إن محروس فعلا كان نوي يقتلها وده لما لقيته مخبس كينة وما كانش فارق معها الموت وكل اللي كان هميمها إن الطفل اللي هيتولد ما يترباش في ملجأ ولا يشوف اللي هي شفته وعلشان كده قرر يتقابل جمانا بس وقتها جمانا عملتها بطريقة وحشة ومرضتش حتى تسمعها ورمت لها قرشين ومشيت ويمكن علشان كده جمانا ما كانتش عايزة حاجة تفكرها بمضيها وتقدر تقول إن الكلام ده خلى جمانا تحس بالزنب أكتر وأكتر وتوعدها إنها هتعمل كل اللي تقدر عليه علشان ترجع لها ابنها تاني بس شاهدي كان لها رأي مختلف وكانت حاسة إن ابنها مات أو حصلت له حاجة وبعدها شهدي اعترفت لجمانا وقالت لها إنها تعرف مين اللي كان السبب في حملها وتخيل إنها قالت إن حسام هو السبب طيب إزاي؟ ردت وقالت إن دي حكاية قديمة وملهاش لازمة لكن جمانا أصرت إنها تعرف إيه اللي حصل وإيه العلاقة اللي كانت موجودة بين جزها وبين صحبتها خد نفس عميق وتعالى ادي لك شوية المفاجأات دي أولا بنعرف إن علاقة شاهدي بحسام بدأت من قبل ما تعرف محروس بحوالي 4 شهور وإن حسام هو اللي عرفها على محروس وده لإنه كان شغال ميكانيكي عنده ثانيا هنرجع للماضي وتحديدا للوقت اللي شاهدي قابلت في حسام لأول مرة لما كانت شغالة رقاصة في الكباري بتاع سعد ووقتها عجبت حسام ودخلت دماغه وطلب من سعد إنها تقضي معا الليلة لكن سعد قاله إن شاهدة أي نعم رقاصة بس ملهاش في الشغل الشمال حسام بقى كان مصمم وبناء عليه فسعد رح لشاهده وحاول يقناها بكل الطرق وهي أبدا ومش موافقة خالف مبادئها لحد ما عرفت إن حسام يبقى جوز جمانة فقررت توافق علشان تغيز جمانة وتنتقم منها بعد ما ثبت الشغل في الكباري وقطعت علاقتها بيها واتخلت عنها في أكتر وقت كانت محتاجها فيه فجمانة بررت موقفها وقالت إن اللي بيعوز ينضف لازم يرمي ماضي كله وراء ظهره وأنا كان لازم أنسى الماضي بتاعي وبنفهم من كلامهم إن جمانة كانت شغالة معها في الكباري واستغلت الفرصة علشان توصل للي وصلت له نرجع تاني للماضي مع شاهده وحسام اللي تعرفوا ببعض وبعدين خدها على البنسيون بتاع سعد علشان يكملوا الصهرة هناك ووقتها جمانة صدمت من اللي سمعته وبالرغم من كده إلا إنها طلبت من شاهد تكمل وقالت لك أنا منكرش إنه لمسني بس والله كان غصب عني أنا كنت فكرة إن الموضوع هيرسع لصهرة ورأسة وخلاص بس اللي حصل إنه حسام ده طلع شيطان لإنه خدرني وعمل اللي عمل وصورني وهنا بطلتنا نهارت واعتقدت إن ابن شاهد يبقى ابن حسام وقالت لها أنت عملت كل ده بسبب غيرتك مني فشاهد قالت لها أيوة أنا كنت بغير منك لإني كنت شايفك أحسن مني في كل حاجة فجمانا سألتها وكنت بتغيري مني ليه ده أنا من ساعة ما تولدت ما شفت الشيوم عدل ده أنا أبوية قتل قدام عيني وأمي قلبها وقف وفضلت أدور لها على علاج وفي الآخر اتخطفت وترميت في الدار وحتى لما سبت الكبري وتجوزت حسام طلع شيطان وكان معيشني في جحيم يعني من الآخر حياتي كانت سودة وشاهد كملت كلامها وقالت لجمانا ما تخفيش اللي في بطني ده ما يبقاش ابن حسام لإن حسام أساسا ما بيخلفش فبطلتنا اتصدمت للمرة التانية وافتكرت لما كانت معجوزها عند الدكتورة كارولين اللي هي زميلة حسام واللي قالت لها أن نلعب منها وإن هي اللي ما بتخلفش خد مفاجأة كمان جمانا طلعت عارفة أن حسام وكارولين متفقين يعملوا التمثيلية دي سوا وعرفة كمان أن حسام بيخونها مع كارولين السؤال هنا هي ليه سكتت ومردتش تواجهه وحرمت نفسها من حلم الأمومة يمكن عملت كده لأنها متأكدة أن حسام ما ينفعش بقاب الله أعلم المهم أن شاهد اعتذرت لجمانا وطلبت منها تسمحها وكملت باقي الحكاية وقالت جوزي كان شغال شغل شمال في المستشفى بتاعته إزاي يعني؟ قالت لك أن حسام كان بيتاجر في الأطفال طيب برضو ازاي؟ قالت يعني حاجة كده زي عمليات تأجير الأرحام لكن بيتم بالغصب فكان حسام وكارولين بيجيبوا البنات ويحقنوهم ببوايدات مخصبة ويستنوا أول ما يولدوا وياخدوا العيال يبعوها ويخلصوا على الأمهات وده اللي حصل مع بنات كتير طبعا الكلام ده كان بيحصل بمساعدة غادة اللي أساسا كانت بتجيب له البنات كل ده وبطلتنا سمعة ومش مستوعبة أن جوز هيطلع شيطان لكن شاهدة قالت لها جوزك ده كان شيطان صغير وكل اللي عمله كان بأمر من الشيطان الكبير طب وشاهدة عرفت كل ده منين؟ قالت لك أن حسام هو اللي اعترف لها وهو وساعد يهديدوها بالفيديو وعلشان كده كانت مضطرة توافق وطبعا كان لازم يعرفها بمحروس علشان أول ما يبانى عليها الحاملة تبقى متجوزة أما بقى اللي حصل بعدها أنها حبت محروس وكانت عايزة تعترف له بكل حاجة عن مضيها وهو سمحها لكن ما قدرتش تقوله أنها حامل علشان خافت لا يسيبها وانهارت أكتر وهي بتقول لصحبتها أن محروس كان أجمل حاجة في حياتها وفضلت تعايت وهي بتعتذر لجمانا وبكده الطفل اللي اتخطف ده بيولوجيا ما يبقاش ابن شاهد لكن هي اللي حملت فيه وتفتكروا ممكن أهل الطفل ده يظهروا مش عارفين طيب خلينا مع حسن اللي راح يحقق مع غدا بعد ما فائت وبالتوازي إناس وسيد لقوا طريقة هيقدروا من خلالها أنهم يرجعوا تسجيلات الكاميرات اللي اتمسحت وبالتالي هيمسكوا دليل ضد جمانا اللي وقتها جالها رسالة من المجهول وعرفها مصيبة وهي أن تصرب لها فيديو وهي بتعترف أنها قتلت حسام جزها الكلام ده معناه أن الدنيا هتعك على دماغها أكتر وأكتر فراحت لأمها وقالت لها على حكاية الفيديو وبنعرف أنها فعلا صورته وبنرجع للماضي وتحديدا في الوقت اللي جالها في مكالمة التهديد وبعدين خرجت ولقت كاوتشات العربية نامت فاضطرت أنها تاخد تاكسي ووقتها سواء التاكسي خدرها ولما فائت كانت مرعوبة لا يعمل فيها حاجة وخصوصا بعد ما هددها أنه هيقتل حسام جزها وخيرها ما بين أنها تسجل الفيديو وما بين أنه يقتل جزها فطبعا اضطرت تسمع كلامه ولما رجعت البيت خافت تقول له حسام على اللي حصل علشان كالعادة هيطلعها غلطانا ومش هيسدها أصلا ولو رحنا لإناس وسيد هنلاقيه فعلا قدر يرجع التسجيلات وشاف جمانا وهي خارجة في نفس اليوم اللي اتخطب فيه ابن شهد وتأكد أن إناس كلامها صح واتفقوا أنهم هيبلغوا الشرطة بوم واتفاجأوا بطلتنا داخل عليهم ومعها مسدس وطلبت من سيد يخرج ويسيبها مع إناس لكن الراجل رفض فطلبت من إناس أنها تقنعه يخرج وده أحسن لها وفكرتها باللي عملته زمان في ملاهي السندباد فإناس ارتبكت وطلبت من سيده أنه يخرج وبنعرف إن إناس كانت على علاقها بواحد زمان وإنها غلطت معاه وهرب بعد ما عمل عملته وبعدها إناس اتعرفت على سيد وحبته وما حكيت لهش أي حاجة عن مضيها مش محتاجة أقول لك إن بطلتنا هددتها لو ما بعدتش عن طريقها هتقول لسيد على كل حاجة ومش بس كده دي كمان أكبرتها ترأي بسعد وتسرق منه المستندات اللي كان مسيكها عليها ولما البيت سألتها إزاي ردت وقالت لها زي ما دخلت قطي وسرقتي الورق هتدخلي قطة سعد وهترجعي وإلا فقبل ما تكمل تهديد البيت خافت ووافت والأكيد إن بطلتنا وسطت للمعلومات دي عن طريق الرجل المجهول وعلى الناحية التانية حسن كان بيحقق مع غادة اللي قالت إنها مش عارفة مين اللي خطفها وعمل فيها كده فحسن سألها عن جمانة الخولي قالت يعني أعرفها من التلفزيون طيب وتعرفي حسام صفوط ردت وقالت وانا هعرف جزها منين ووقتها حسن اتبسط لما وقعت بلسانها أصل هي هتعرف منين نجوزها وسألها عن صور الضحايا اللي كانت في شقاتها وبرضو قالت معرفش ساعتها حسن قال لها الانقار مش هيفيدك وبكده هتلبيسي البدلة الحامرة وعلشان يخوفها أكتر قال لها إن كان في حد بيحاول يقتلها وفعلا غادة خافت وقررت تعترف بكل حاجة وقالت له إنها ما تعرفش مين اللي قتل البنات لكن تعرف مين الشيطان اللي ادى أوامر بقتلهم وطبعا تقصد حسام وإن في شيطان أكبر منه هو اللي أمر بكده وتخيل إن نعيم يبقى الشيطان الكبير وقررت تحكيله الحكاية من البداية من وقت ما تعرفت على حسام لما كانت شغالة في الكبريه عند سعد وقتها حسام شافها وعجبته وقرر يخليها السكرتيرا بتاعته والمسؤولة عن الشغل الشمال بتاع بيع الأطفال وقالت كمان إن جمانة كانت شغالة معها في نفس الكبريه طيب إزاي؟ قالت لك إن نعيم عم جمانة أتى لأبوها وحاول يقتل أمها وخطفها ورمها في الملجأ وبعدين سعدت بناها وشغالها عنده في الكبريه وإن لما الضابت سألها عن علاقتها بالضحايا اعترفت إن هي اللي كانت بتجيب البنات لحسام وابتقناهم يأجروا رحمهم وده بمقابل مد كبير وطبعا حسام كان بياخد العيال دي ويباعها وهنا حسن سألها طيب حسام اتعرف على جمانة إزاي؟ المفاجأة إن نعيم هو اللي طلب من حسام إنه يتجاوز جمانة وده لإنه عايز يستغلها ويشغلها مزيعة علشان تحمي مصالحهم وشغلهم وفي نفس اللحظة المجهول كلم جمانة وقال لها مستعدة واجه الشيطاني كبير وفعلا حصلت المواجهة المنتظرة بين جمانة وعمها ووقتها رفعت علي المسدس وقالت له أنا هقتلك أنت ضمرت حياتي وقتلت أبويا قال لها بدل ما تشكرني علشان خلتك غنية وعايشتك عيشة ما كنتش تحلامي بيها ونرجع للماضي في الوقت اللي نعيم وصل في الإسكندرية ونصر أخوه قرر يخليه قاعد معهم ويومها نعيم شاف مرات نصر ودخل الدماغه وبدأ يحقد على أخوه ووقتها اتفق مع صلاح صاحبه إنه يبعت واحد يقتل أخوه ويزوقه من القطر وبالتالي نعيم يكوش على بيته ومراته لكن اللي حصل إنه نصر رجله تقطعت وفضل عايش ونعيم مسكتش على كده لأ ده من بعد الحادثة فضل يزن على أخوه ويشاككه في امراته وسلوكها وطبعا ده عمل مشاكل كتير بين نصر ومراته كل دوجه مانا سامعة وشايفة اللي بيحصل المصيبة إنه نعيم برر لها إن اللي عمله ده هو قدره وإن الإنسان مصير مش مخير وإن اللي حصل ده كده كده كان هيحصل فسألته ليه؟ استفدت إيه لما أخوك مات؟ فاعترف لها إنه كان بيشتغل نصاب في طنطة ولما تكشف قرر يهرب على اسكندرية ويستخبى عند أخوه ده حتى زمان حاول يستغل بطلتنا ويشغلها معاه في النصب من وهي صغيرة بس البيت رفضت وكانت هتقول لأهلها فنعيم خف لا يتفضح وسابها وفي نفس الوقت عينه كانت على مامتها وحاول يغويها لكن هي صدته بدأ للمرة ألف لحد ما في يوم راح لأخوه وقاله إنه لقالهم شغل في المينة وساعتها نصر فرح جدا بالشغلانة الجديدة بس في الحقيقة ده كان فخ لإنه كان متفق مع صلاح علشان يقتل أخوه يخلص منه ونكمل في الحاضر مع حسن اللي قرر يحقق مرة تانية مع إيهاب السواق وأم رضا وبدأ بإيهاب وسأله عن علاقته بجمانة وجاهز دي نفسك بقى للي جاي لإن إيهاب خف من البوليس وهيعترف بكل حاجة وبدأ بعلاقته الخاصة بجمانة وقال لك إنها في البداية كانت بتتعامل معاه بكل تقبر وقبل ما تجيلها مكالمة التهديد بيوم اتفاجئ بيها جاياله الشقة وكانت مش طبعية وطلبت منه يعمل معها علاقة وهو طبعا مسدق وقبل ما يحصل بينهم حاجة طلبت منه يجيب لها هروين وخلطته بحقنة مخدرة كانت معاها ووقتها غابت عن الوعي وفضلت تحكيله عن علاقتها بحسام وقديه هو شخص سادي وطلبت منه يخنقها أثناء العلاقة وده يفسر العلامات اللي كانت على رقابتها تاني يوم ومش كده وبس ده كمان يفسر نظرات إيهاب لها وتحرشوا بيها باستمرار الغريبة أن جمانة ما كانتش فاكرة ولا حاجة من اللي حصلت تاني يوم وهنا إيهاب قال إنها كانت بتتعالج عند دكتور نفسي ومحدش من أهلها كان يعرف وبكده رسميا بنتأكد أن جمانة مريضة نفسيا ونكمل مع بطلتنا ونعيم اللي اعترف لها إن هو اللي كان وراء خطفها وده طبعا لأنه كان طمعا في البيت اللي ورسومنا أبوها ولما باعه بقى معه فلوس كتير وقرر يجي القاهرة ويكمل في شغل النصب والمفاجأة بقى إن جمانة كانت عارفة إن هو اللي أقنع حسام يتجوزها ووفقت تتجوز حسام علشان توصل لنعيم وتنتقم منه وقبل ما تقتله دخلت كارولين وضربت عليه نار سألتني ليه بص يا معلم كارولين اتضح إنها مراته والقادرة كانت بدخونه مع حسام وهو كان شاكك فيها وعلشان يتأكد بعت لحسام الطرد اللي كان فيه أميس نوم فتوتر واتصل بكارولين وقال له إحنا تكشفنا ولازم نتقابل ووقتها نعيم يتأكد من شكوكه وبالرغم من كده إلا إنه ما طلقهاش لإنه شايف إن اللي حصل ده من فعل القدر وكان كده كده هيحصل وهنا بطلتنا قالت له أنت إنسان مريض وكارولين قامت ضربة طلقة تانية وهو كمان ضربها بالنار وبطلتنا أغمى عليها في نفس التوقيت حسن وزميله قدروا يوصلوا للدكتور اللي بيعالج جمانة وقال له إن جمانة كانت مريضة وبقالها عشر سنين بتتعالج عنده والكلام ده قبل ما تبقى مزيع مشهورة وكانت بتتعالج من حالة انهيار عصبي سببها جزها حسام ووقتها حسن سأله هل تعتقد إن جمانة ممكن تكون فعلا قتلت جزها فقال لك وارد لإن حالة جمانة معقدة جدا وقال لك إنها بتعاني من مرض اسمه اضطراب الهوية التفرقي وده باختصار معناه إن جمانة عندها أكتر من شخصية الكلام ده معناه إنهم حتى لو قدروا يثبتوا إن هي اللي قتلت حسام فمستحيل يعرفوا أنهي شخصية اللي عملت كده بمعنى تاني جمانة ممكن تقتل جزها بالليل وتنام ولما تصحى تتخض وما تبقاش عارفة هي ليه عملت كده فأي قضي هيحكم بإنها تتحط في مصحة الدكتور كمان أكد على إنها لازم تتعالج في مصحة لإن حالتها خطر وقتا حسن افتكر إنه لما راح يقبض عليها كانت بتكلم نفسها وكمان كانت عارفة اسمه على الرغم من إنهم متقابلوش قبل كده وقالت له أنا من جوايا عايزة ساعدك بس مش هقدر وبكده يبقى وارد إن تكون هي اللي بلغت حسام ومش فاكرة إنها عملت كده ولو هتسألني عن رأيي أنا كزيزو فهقول لك إن الدكتور ده كلامه منطقي جدا لإن جمانة كانت على طول بتعمل حاجات وتنسى أصلا إنها عملتها المهم يا معلم إن الدكتور قال لهم أنا متأكد إنها لوحدها وإن الشخصيات اللي جواها هي اللي بتحركها والكلام ده ممكن يكون معناه إن مفيش مكلمات من شخص مجهول بتجيلها وإن مفيش حد أصلا بيكلمها وإن كل ده تخيولات خد بالك اللي أنا بقوله لسه تحت بند الاحتمالات وبعدين حسن سأله طيب تفتكر جمانة ممكن تبقى فين دلوقتي فالدكتور قال إنها كانت دايما بتحكي عن بنسيون قضت فيه وقت كبير ومخبية جواق عز الناس عندها بعيدة عن عيون عدوها الأكبر وفي نفس الوقت بطلتنا كان لسه مغمى عليها لكن سمعت صوت المجهول بيكلمها وقال لها تهرب بسرعة من المكان بس هي برضو كانت مصممة تخلص على نعيم فالمجهول قال لها أنت خلاص حققتي اللي أنت عايزاه وإنك خلاص عرفت تسجلي وهو بيعترف إنه قتل أهلك وكمان هو الراجل خد جزاؤه وامراته قتلته وفي النهاية المجهول وعدها أنهم هيتقابلوا على الجانب التاني البوليس وصل لأم رضا ووجهها بأنها كذبت في التحييق وضللت العدالة فقالت إنه نعيم كان مهددها بقتل عيالها وعلشان كده قالت اللي قالته واعترفت كمان إنه نعيم كان موجود في الفيلا للي تقتله حسام وبالتوازي الدكتور طلع ورق جلسات جمانة وعرف هي هتكون فين دلوقتي وكلم حسن وبلغه وفي الوقت ده جمانة قابلت أكرم وده الشخص المجهول اللي كان بيكلمها وبنفهم من كلامهم إنهم كانوا متربيين مع بعض في الدار وعلى علاقة وبيحبوا بعض وفجأة بطلتنا فتكرت اللي حصل لأكرم واتضح إنه أصلاً ميت وإنه في خيالها وبس وطول الوقت لما كانت بتبقى خايفة كان وجود أكرم في خيالها هو اللي بيطمنها شوية ووصل حسن وشاف جمانة وهي بتكلم نفسها في الشارع وطلب منها ما تنكرشه ووجهته وقال لها إن أكرم مات من عشر سنين وده سبب الانهيار العصب اللي جاء لها وطمنوها بإنهم هيساعدوها تتعالج وإنها مش هتتحبس لكنها تروح مصحة ووقتها بطلتنا استسلمت بس طلبت منهم الأول تروح البنسيون علشان تطمن على مامتها وشاهد وده لإنها خايفة لحسن نعيم يقتلهم فحسن قال لها إن نعيم خلاص فيه وراح يتوبض عليه وهناك بنكتشف مفاجآت أولاً إن البنسيون مهجور وما فيهوش حد أصلاً يعني ما فيش شخصية باسم سيد ولا إناس وإن جمانا كانت بتتخيل وجودهم ثانياً حتى ساعد ما كانش موجود في الفندق وطلع عربان كل ده والزباط مستغربين جداً ثالثاً بقى وده الأهم إن أمها أصلاً مش موجودة وقالت لها أنا عايشة في عقلك وبس يا جمانا وهنرجع للماضي وساعتها بنعرف إن أم جمانا ماتت وهي صغيرة وده لإنها لما رفضت نعيم مناعها تاخد الدواء ومن وقتها وبطلتنا في صدمة ومامتها عايشة جوا خيالها فاللحظة دي جمانا نهارت وقررت تواجه الواقع ودت لحسن التليفون اللي عليه التسجيلات اللي بيدين نعيم وقالت له إن هي اللي بعتت له الطرد اللي فيه المستندات اللي بيدين حسام وده علشان تساعده في القضية وإن هي برضو اللي قطعت إيد غدا ووصلتهم ليها ولما حسن سألها إذا كان في حد بيساعدها فقالت لك آه طارق معد القناة وده يبقى صاحبها في الملجأ وأكتر شخص بتصك فيه وبسبب كده طلبت منه يلهي الشرطة وهو اللي اتصل بيها ومثل إنه بيهددها وكمان هو اللي ادى لبوليس رقم حربي وأقناعه من ده الرقم اللي بيهدد جمانا وده علشان يلهيه معانها وهنا حسن استغرب وسألها إش معنى حربي هو اللي اخترتيه ووردتي معاكي قالت له إن حربي كان بيتجسس عليها لصالح نعيم وقالت كمان إنها ندمانة لإنه انتحر لكن نعيم هو اللي هدده وكان السبب في انتحاره وبعدها بنكتشف إن رجالة نعيم هم اللي قتلوا محروس وده بعد ما جمانا حكيت له عن كل حاجة وكان ناوي يبلغ الشرطة وفي المشهد الأخير بطلتنا طلبت منهم تتطمن على شهد لكن للأسف حسن بلغها إن شهد انتحرت وهي حامل والكلام ده عرفوه من أم محروس واتضح إنها قبل ما تموت كانت سايبة جواب بتعاتب في جمانا على طريقتها الوحشة معاها فبطلتنا حست بالزنب بسبب موت صاحبتها فبقت بتتخيل وجودها وفي النهاية الزباط طمنوها إنها هتتعالج في المصحة فخرجت معاهم وهي مستسلمة لمصرها وبتسأل نفسها وأنا كمان بسألكم نفس السؤال يا ترى الإنسان مصير ولا مخير اكتب لي في التعليقات ومن هنا يخلص المسلسل وكده يبقى أنا هنا وانت هنا زي ما قلت لك ما تنساش تجاوبني على السؤال اللي أيم عليه المسلسل كمان ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب كل وسائلنا على السوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو عايش جمهور الملخصات اشتركوا في القناة